سمعوا مزيان، هذه السيدة قدمت شكوى ضد زميل ديالها في العمل منذ تمانية أشهر وعنده أربعة ديال الشكوى أو الشكاوي ديال التحرش الجنسي وهذا الشي في دول الاتحاد الأوروبي وحتى واحد ما هذا أربعة لأنه ماشي حاكمي، ماشي سعد المجرد، ماشي داني ألبس يعني كيف هاش؟ سمعوا مزيان، اليوم غادي نكشفوا أو غادي نفرقوا هاد الرمانة وغادي نجاوبوه على ذاك الناس اللي كي تغنو بالزب ديال الحواج سمعوا عطيوا اللايكات ديالكم لابد هاتشي يوصل بس نعرفوا الحقيقة الكاملة لأن المحامية خرجات عن سمس ديالها وكاتوصف هاتشي اللي كي يوقع بالابتزاز سمعوا مزيان هم بساضوا ديان ميسس دين أصدقاء في التحرش ونحن لا أصدق أي شيء نجد أن يتعمل كل ديال كالي تحرش الوضع لان زيال الوضع تحرش الوضع لا يوجد أي طريقة مدينة لتحقيقية حتى أن هذه الأشخاص يأتي مع 4 تحقيقية أختي القضية أشرف حاكمي مهيقة وأنا سأنتبت لكم في هذا الفيديو بالترجمة من بعد القضاء أو السلطات الفرنسية تهمت اللاعب المغربي أشرف حاكمي بتهمت الاغتصاب وبشكل رسمي ويوجد أشرف حاكمي تنفاجر و ترد و تصفى الامر بالإبتزاز الجمعية المغربي لتحقيقية أشرف حاكمي وكذلك الصحيح والتحقيقية لجمع على المفترض حاكمي موجودة en contacto con la víctima, que mantiene las acusaciones en la esniega y según su abogada, su cliente estaría siendo objeto de un intento de extorsión o chantaje. Cuestiona que la víctima no quiera denunciar formalmente, que no quiera someterse a exámenes médicos y rechace un careo. Por su parte, el club en París Al-Germain mantiene su apoyo al futbolista a la espera de conocer las conclusiones de la justicia. es un maje de dichad L페gué Las tapas del video de este vídeo dengar su atención a la justicia حاكمي وفي نفس الوقت كانت من أختي فضلا وليس أمرا أنكم تبرتجوا هذا الفيديو هذا الفيديو هو فيه جواب على الناس اللي كتقول ما يمكنش واللي دار تدم فيعلان بالسهب للحقوبة ولكن شوفوا حاكمي لاعب كبير مشهور بزر ديال حويج عار في لا حاكمي ولا سعد المجرد ولكن شوفوا هات السيدة اللي صغلت الفرصة تعطتها جائزة ولكن كتقول باللي جايب عشر سنين باش رفعها الدعوة ضد هات السيد اللي هو الزاميل ديالها في العمل عنده أربعا ديال الشكاوي يعني بالتحرش الجنسي ولحد يومنا هادا باقي نخدامين في مكان واحد سمعوا مزيلا باش عارفوا التناقض ناس اللي كاتتغنى يعني بالقضاء وميمكج باش عارفوا ناتش هذا راه خطير وخطير جدا لايكات ديالكم كترة كانت مننا فضلا وليس أمرا يعني تبرتجوا هاتشي مترجم مترجم يعني في نفس الوقت كيهضر على القضية ديال حاكمي ودك الساعة يعني قلبوها لهات السيدة شوفوا الفرق حاكمي في نفس الوقت الدياب انتساس نهار الساو عشرين ستموصل الديادوس يعني أو الدياتريس يعني في نفس الوقت أسبوع يتم تشهير بالقضية الإعلام الدولي كيهضر السيدة كتقول جايب القرابة ديالسانة أربع ديال شكاوي بتحرش الجنسي ولا أحد يحرك ساكنا باش عارفوا يعني القضية فيها إنه أنا كما قلتكم المحامية يعني كتقول بلي هي محاولة امتزاز اللاعب لأنه كما قلتكم القضاء الفرنسية وسلطات الفرنسية تتابع يعني الأمر خطير السيدة ما عملتش ما بلغاتش يعني شكوى يعني ضد حاكمي ولكن القضاء غادي يتابع البارح يعني حاكمي يعني امتاتل أمام القضاء وعطاها تصريحات دياله كيقول هو ما عمل حتى شي حاجة زف ديال حويش كي ترحوا على ما تسفهم وهاتش راه خطير على المسيرة الكروية ديال أشرف حاكمي هدك يعني أنها غادي تكون النهاية ديال أشرف حاكمي أن نوادي كلها هالسيدها هو مهوب في رجله نجم عالمي ولكن بغاوض فيه في الحين علاش لأن حتى شينا دي ما غادي بقي يقبل عليه ها أنتا عندك كتوفر فيك يعني ذاك الحويش كلها اللي كتبغي جميع النوادي الأوروبية في لاعب ولكن الصورة ديالك تشوهات شو مهولك الصورة ديالك شكون غادي يرود الاعتبار لهذا السيد هذا هاد الناس خرجو يعني هنا بش عرفو المخطط يعني شوف الناس بحال هادو داني ألبيس كيكون شي واحد من وراء هاد الشي هذا المهم نشوفوا هاد الشي اللي قلتكم ديال هاد السيدة وباش غادي تعرفوا الكلام ديالي والصحيح ولا ماشي صحيح سمعوا هاد السيدة قد تقول عشر أشهر وينبلغ بهاد السيد عنده أربعة ديال شكاوي ديال تحارو الجنسي هو شنو دا بامي خرجات وهضرات يعني في العلنا قولوا وديحنا قدين بعدوك على السيد تفهمنا المهم شوفوا لايكا ديال كوم فضلا وليس أمران وانمشي والتفاصل Escuchen ahora este testimonio de una universitaria de Granada ella recibió un premio por su doctorado y aprovechó ese discurso ese momento para denunciar el acoso que está sufriendo Han pasado 10 meses desde que puse una denuncia y aún no se ha resuelto nada lo que me obliga a ir a trabajar cada día con mi contrato CPU a lugar donde trabaja la persona denunciada sin ningún tipo de medida de protección a pesar de que esta persona cuenta con 4 denuncias por acoso sexual ella asegura que el rectorado de Granada la ha ignorado y no han hecho nada la universidad en un comunicado dice que ella ha tomado medidas para que ella y el denunciado no compartan el mismo lugar de trabajo كما سمعت ختي المغرب والجالية المغربية في كل مكان Salamullahi عليكم وتحية طيبة للجميع كما قلنا ختي في المقدمة من بعد ما السلطات الفرنسية يعني تهمت اللاعب المغربي أشرب حاكمي بتهمة الاغتصاب بشكل رسمي يعني هنا كان الرد المحامية الأشرب حاكمي يعني تصيف هذا الأمر بالإبتزاز يعني الشرطة الفرنسية استدعاد اللاعب المغربي يعني باش تحقق معاه من بعد هو يعني انفاء بشكل يعني قاطع أن هذا ما تم رغم ذلك تهموه بشكل رسمي أنه اعتدى على هذه سيدة وعرفت شنو كيعني الاتهام الرسمي يعني من السلطات الفرنسية أنه أشرب حاكمي يعني متهم بالاغتصاب هذا كيعني نهاية ديال المسيرة الكوروية دياله اللي يلا بدأت كما قلت كون في المقدمة حتى شي فارق ما غادي بغي رغم أنه معترف بك يعني الفيفا يعني أنت من ضمن أحسن حضاش لاعب في العالم أحسن لاعب يعني في المركز ديالك يعني في الظاهير الأيمن يعني رغم هذا شي هذا كله غادي تبقى يعني في حال غادي يطرح علامات السيفهم يعني كبيرة وكبيرة بزاف يعني هذا شي يبلغ بحلي يعني مضبر واش حاكمي واش حتى لهذا الدرجة زع ما غادي يكون طنطو غادي الدرجة ديالنا غادي يكون مهوقر هو عارف يعني شنو كيوقع في فرنسا وعاد تعاطف مع القضية ديال سهد المجرد هو غادي نوضي يكرر نفس العملية يعني الاسم دياله والمكان دياله هاد شهد كامل غادي يسمح له مربما يعني سي قل لك ودي سي هما في تواصل مربما دك سيد نوصي مشي مؤامرة مشي واحد معرف ناش كون يعني بهدف أنها يعني توصل هاد شهد هاد اللي وصلت له لأن السيد ديال هم الناس عم يقول للناس علاقات مع أشخاص ما كان هدروس ما كان تتهموه بالخيانة ولكن مربما هو يعني حسبها صديقة بالحياة اللي ماشي نهما بها هي ممثلة وبالزاب ديال المرات كتخرج بصوار كتخرج يعني عادي هاد شهي بنسبة الأوروبيين عادي مربما هو يعني دك العلاقة مع دك سيدة عادية كنقول احنا لنفرد يعني كصداقة احنا نعتبرها كصداقة ولكن حاكمي جاءت عندهم دار يقول سمعة بعطيتهم سيدة احنا دائما في إطار الحرية دية لهذه الناس جاءت عندهم دار يشربوا شي حاجة مربما هاد شي مدبر لأن هاد شي هذا كتر حال ما تستفهم وخاصة ما شاركت معكم هاد الفيديو ديال هاد سيدة لتشوف حل من يعني استغلت هاد الاكتو اللي اعطوها هاد الجائزة وهضرت عليه أنا قال لك شنو واجم بعدكم وصافي يعني الناس اللي كتشوف هاد شي هاد خطير احنا اذا كلا شوف باش ما يتحرفش الكلام ديال ياولاد احنا ماشي غير ضد وصافي اذا شي واحد اعتد لش واحد فرا كي الساحق اقصى العقوبات هاد شي هاد غريب اخوتي احنا ما كندفعوش على المقتصبين اولاد احنا كنرد على هاد الناس اللي قلبهم عامر ها هي قضية ماشي غير بحال ها وصافي وفين دا ناز ها ودك ما كين والو اما احنا الحياة مختلفة وكده احنا شكل يتبتنا هاد شي وعاد السيد كتشوف على طريقة لا باليد لانه عارفة ما كينش ما كينش مثلا دلائل اذا نجي نقول شي حاجة والسيد يعني السيد بغت غير تبدأ هم يكملوا من عندهم السيد ما بغتش تقدم شكوى او دعوى قضائية ضد اشرف حكيم لا انا بغت غير نهضر وانتياجي غير هضري وحنا نكملوا من عندنا واشي هاد شي ارى باين بلا ما نقول شي حاجة را كل شي باين وواضح سيد النجومية ديالو وصلت يعني البعيد بزر سيد من بين احسن احضار تشكيل دلعالم ساف نص مهم الباريسان جرمان اللي حد يومنا هذا هو يساند لاعب اشرف حاكمي نشوف المحامية شنو قالت محامية اشرف حاكمي تندد بمحاولة ابتزاز مالي ننددت الفرنسية فاني كولين محامية الدولي المغربي اشرف حاكمي لاعب باريسان جرمان فرنسي بمحاولة ابتزاز يتعرض لها بعد اتهامه باغتصاب احدى الشبات من العاصمة الفرنسية باريس الاسبوع الماضي ونقلت لوب باريزيان بلاغا لمحامية حاكمي تكشف فيه ان اللاعب المغربي نفى نفيا قاطعا التهم الموجه اليه في استجوابه من قبل المدعين العامين يوم امس مشيرة الى ان موكلها يتعرض لحملة ابتزاز وقالت كولين ان المبلغة عن اقتصاب رفضت تقديم شكوى وايضا خضوع الفحوصات الطبية والنفسية الى جانب رفضها مواجهات حاكمي على الرغم من ان النيابة العامة لا يمكنها ان تعتمد فقط على اقوال طرف واحد مبرزة ان الوتائق التي بين يدي الشرطة القضائية تؤكد ان موكلها يتعرض الى محاولة ابتساز وكان المدعي العام الفرنسي في منطقة تانيز غرب فرنسا تنتير غرب فرنسا قد وجه اليوم الجمعات تهمت الاقتصاب الى النجم المنتخب المغربي حاكمي فقد جرى استجوابه يوم امس بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 سنة بتعرض الاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني وقعت يوم 25 فبراير الماضي يعني البارح مدى زواله احنا ما قشت اسبوع راه سيد راه كاي يعملوا معه التحقيق وهذا المهم هاتش اللي باغي نقول لكم اللي باغي نوصلكم هاتش كترح لا ما تسفهم وهاتش يعني اي واحد فينا يقدر يطراله ما تهضروا وقيلة معتش واحد خاصة الناس اللي مقيمين في فرنسا لان هاتش هاتش بدك يتكرر مربما قريبا نسمعوا شي واحد يعني شي واحد يكون معروف ولا هذا نصي يكون عرف ومربما يعني مادا نسمعوا ان هاتش هدا مربما هاتش هدا يكتر وما خطي ما نطوش عليكم الزب احنا سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير هو ما عرفناش كله غاد يعوضوا على هاتش ها هذي اللي وقعت له اشتركوا في القناة